بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة اشتقاقية دالة بالقيمة المطلقة رقم 1 أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وشعبة تسير للسنة الثانية والثالثة ثانوي حيث قال F دالة عددية معرفة على R معادة الاثنان بالعبارة F لX تسيرنا القيمة المطلقة لX ناقص واحد ناقص X على X ناقص اثنان هنا قال R معادة الاثنان لأن لو وضعنا هنا الاثنان تصبح لنا مجموعة التعريف معناه لا يوجد لنا صورة الاثنان بهذه الدالة لهذا لأن الاثنان استثناء لأنها تعدم مقام قال واحد أدرس قابلية اشتقاق الدالة F عند العدد واحد وفسر النتائج هندسيا أو بيانيا إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن ننطلق قال السؤال أدرس قابلية اشتقاق الدالة F عند العدد واحد لكن هنا قبل كل شيء أبناء لاحظوا إلى العبارة العبارة تحتوي على شيء اسمه القيمة المطلقة علينا أن نقوم يا أبناء أولا لما نتحدث الآن عن الاشتقاقية علينا أن نكتب هذه العبارة بدون رمز القيمة المطلقة إذن نكتب هنا كتابة أول شيء كتابة F لX بدون رمز القيمة من هي القيمة المطلقة لاحظوا جيدا نقطة أبناء إذن فتصبح لنا هكذا F لX تساوي العبارة المعروفة عندها أنها لما تكون للدالة فيها عبارة يعني عبارة وفيها القيمة المطلقة علينا أولا أن نأتي ونبحث عن هذا الشيء أولا عندنا القيمة المطلقة لX ناقص واحد ما هذا تساوي لو نأتي الآن لا نضع جدول سغير لجدول إشارة الشيء الذي في القيمة المطلقة يعني هذا الذي يهمنا هذا لا تهمنا بقية القيم لهي عندنا X من ناقص ما لا نهاية لاحظوا إلى زائد ما لا نهاية من لX ناقص واحد أين ينعدم هذا لو نبحث عليه أين ينعدم عندها واحد عوضوا هنا عندها واحد تصبح لنا صف إذن ينعدم عندها واحد من هنا نأز نفس ومن هنا عكس لو نأتي ونضع رمز القيمة المطلقة يسمعوا جيدا هنا نضع X ناقص واحد بالقيمة المطلقة ماذا تقول قائدة معنا في هذا المجل من هنا إلى هنا العبارة هذه نضربها في العدد ناقص فتصبح لكم ماذا تصبح لكم هكذا ناقص X زائد واحد وهنا تنعدم ومن هنا إلى هنا يعني من الواحد إلى زائد ما لا نهاية هذه القيمة نضربها في زائد معناها تبقى هي هي X ناقص واحد هكذا تتحول العبارة إذن لاحظوا في القيمة المطلقة دائما أولا نعين إشارة هذا الجزء ها هو أمامكم ثم من ناقص ما لا نهاية إلى هنا إلى الواحد نضرب هذه العبارة في ناقص فنكتب قيمتها هنا ومن الواحد إلى غاية زائد ما نضربها في زائد فتصبح لنا X ناقص واحد الآن ماذا تصبح لنا معنى هذه العبارة تصبح لنا لها قيمتان تصبح إما تقول ناقص X زائد واحد إذا كان ماذا إذا كان X ينتمي من هنا إلى هنا ركزوا من ماذا؟ إذا كان X أقل أو يسيرنا واحد هنا واحذروا ارجوكم لكن هنا عندنا ار معادة قلنا ماذا ار معادة الاثنان اثنان اين تقع اكيد الاثنان سوف تقع لنا في هذا الموقع اذا الاثنان لما تقع هنا تبقى لنا هنا ماذا زائد لان جاءت عابرة للسبيل هكذا لو نلاحظ هنا سوف اكبر الجدول حتى تلاحظوا جيدا هنا شيء يا ابنائي ركزوا ارجوكم الى هذا الامر لانه جد جد مهم لو جئنا الان وحولنا يعني المال انها تصبح لنا في هذا المكان هنا زائد مالا نهاية لاحظوا الى الجدول ماذا يصبح له قلنا هنا عندنا مجموعة التعليل هي اثنان اذا جئنا هكذا وجدت هنا زائد فلا يحدث شيء ووجدت هنا عندنا كذلك تترك لنا العبارة اللي هي اكس ناقص واحد هكذا لاحظوا جيدا هل اكس ناقص واحد نعم انها اكس ناقص واحد اذا اركزوا لكن مفترق الطرق يكون دائما عند الواحد الذي يعدم لنا القيمة المطلقة اما هذه القيمة هنا هذه القيمة التي اشير اليها هي لمجموعة التعليف فتصبح لنا العبارة عن هذا لاحظوا نقطة اذا ماذا تصبح لنا العبارة تصبح لنا هكذا تصبح ركزوا تصبح في البسط هكذا تصبح لنا اكس ناقص واحد ناقص اكس على اكس ناقص اثنان يقول احدكم لم افهم من هذا المجال من هنا الى هنا كيف العبارة ها هي ها هي امامكم تصبح لنا هذا الجزء هذا الجزء يبقى لنا هو اكس ناقص واحد ناقص اكس لكن هنا ماذا يحدث من هو المجال تفاديا لمجموعة التعليف نقول من هنا الى هنا ثم اتحاد من هنا الى هنا يقول احدكم لماذا لان يأتينا في الطريق الاثنان والاثنان الدل غير معرفة عنده فنقول هنا اكس ينتمي من الواحد الى الاثنان مفتوح لماذا لان الدل غير معرفة عند الاثنان ومن الاثنان الى غاية زائد ما لا نهاية اركز ارجوكم معناه يصبح لنا هذا الجزء يذهب مع هذا ماذا ينتج لنا اكيد تصبح لنا الكتابة كالتالي لاحظوا كيف تصبح لكم هكذا ركزوا ها هي الكتابة كيف تصبح يقول احدكم لم افهم ركزوا اعيد الان قلنا من هذا الجزء من الواحد الى الاثنان اتحاد من الاثنان الى زائد ما يقول احدكم لماذا قلت الاثنان لان الاثنان جاءتنا في هذا الجزء فعلينا ان نحترمها لان نتعدم المقام فعوضنا ب اكس ناقس واحد هنا هنا لما عوضنا ب اكس ناقس واحد سبح لنا اكس ناقس واحد ناقس اكس هذا لا دخلن له في القيمة مطلقة quel halt اكس ناقس اثنان ذهب هذا مع هذا ماذا بقي لك نقس ايكس على... ناقس اعفو انا قس ايكس ناقس اثنان الان في اي مجال المجال قلنا يكون من هذا المكان وهذا المكان ثم نأتي الآن إلى الجزء الآخر ماذا تصبح لنا العبارة كذلك أبنائي تصبح لنا العبارة كالتالي معناه من هنا إلى هنا بماذا نعوذ؟ نعوذ بهذه القيمة في هذا المكان مع نزع القيمة المطلقة ماذا تحدث لكم؟ تصبح لنا ناقص X ركزوا هكذا ناقص X زائد 1 ناقص X على X ناقص 2 يقول أحدكم لم أفهم هنا في X ناقص 1 في هذا المكان عوذ بهذه العبارة هنا بناقص X زائد 1 ناقص X زائد 1 ماذا تعطي لنا؟ الناقص X والناقص X تصبح لنا ناقص 2X زائد 1 على X ناقص 2 فتصبح لنا نكتبها هنا نقول ناقص 2 عفوا إذا قلت نكتبها ناقص 2X ناقص زائد 1 على X ناقص 2 ناقص 2 مع أن X أين يكون ينتمي؟ ينتمي لنا في هذا الجزء لهو ماذا نقول؟ نقول كذلك مع X يكون X يكون ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الواحد هكذا الآن أصبحت للعبارة كم؟ لأدال هنا عبارتان إذن العبارة الأولى ناقص 1 على X ناقص 2 هنا X ينتمي من الواحد إلى غاية الاثنان ومن الاثنان إلى غاية زائد 1 لأن هذا الاثنان يأتينا في الطريق لأنه نحن عندنا هكذا عندنا هنا ها هو واحد لو نذهب مباشرة إلى زائد 1 نجد في الطريق نقطة هنا غير معرفة عندها منحنا غير معرفة عندها معنا لا يوجد له الصورة اللي هو الاثنان فنقول من الواحد إلى الاثنان ومن الاثنان إلى غاية الزائد هذا هو الأمر الذي عليكم الآن بعد ما استخرجنا عبارة الدالة هنا يعني بدون رمز القيمة المطلقة هنا يمكننا أن نقوم بحساب بدراسة الاشتقاقية إذن هنا فلننطلق من جديد إذن لاحظوا هنا لدراسة الاشتقاقية نقول هنا نكتب كعنوان دراسة اشتقاقية الآن الدالة أو قابلية الاشتقاق اشتقاق الدالة F عند العدد الآن واحد ننطلق أولا باليمين وعلى اليسار ننطلق باليسار نسمحنا Limit ركزوا جيدا قانون الاشتقاقية ماذا يقول يقول F لX ناقص F لX0 نحن عندنا ها هو الX0 اللي هو الواحد هذا يسوينا الX0 معناه ناقص F لواحد على X ناقص واحد لما X يقول إلى الواحد بقيم أقل بقيم أقل ها هي بقيم أقل هنا فنأخذ العبارة الخضراء حتى نفهم جيدا لأن بقيم أقل يعني جهات الناقص مال النهاية تصبح تسوي الآن نعوذ بماذا؟ نحسب نقوم بحساب F لواحد تعالوا F لواحد عوضوا عوضوا هنا بالواحد ماذا يمكن أن نجد؟ تصبح لنا هكذا ناقص اثنان في واحد زائد ماذا؟ زائد واحد على X ناقص اثنان اللي هو الواحد كم بينه نعوذ؟ نعوذ بالواحد فتصبح لنا هكذا ركزوا جيدا إذن قلت أبنائي نعوذ هنا يعني في هذه الأمكانة نعوذ بالواحد تصبح لنا ناقص اثنان في واحد لهوا واحد زائد واحد يعني ناقص واحد وفي المقام عوذوا هنا بواحد ناقص اثنان تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ناقص واحد على ناقص واحد ويساوي لنا كم واحد فتصبح لنا هكذا العبارة limit F لX لهي إث ناقص ركزوا نأخذ الآن هذه العبارة لأنها بقيام أقل عيد حتى إذن تصبح لنا ناقص اثنان اكس زائد واحد على اكس ناقص اثنان ناقص F لواحد F لواحد ها هي أمامكم كم؟ إنها واحد على اكس ناقص واحد لما اكس يؤول إلى الواحد بقيام أقل تصبح يساوي هنا نفكر في شيء اسمه توحد المقام تصبح لنا limit هكذا نركزوا ناقص اثنان اكس زائد واحد ثم نوحد المقام هذا الجزء يضربوا في هذا النقص واحد تصبح لنا ناقص اكس زائد ماذا؟ زائد ماذا؟ زائد اثنان يقول أحدكم لم أفهم أضرب هذه اثنان اكس ناقص اثنان في النقص واحد تصبح لنا ناقص اكس زائد اثنان لأن النقص واحد في النقص اثنان تصبح لنا زائد اثنان على ماذا؟ على اكس ناقص اثنان وهنا عندنا اكس ناقص واحد لالاشتقيقية لما اكس يقول إلى الواحد بقيم أقل تصبح تسوينا أولا عندنا هذا مع هذا تصبح لنا هكذا كسر على كسر أولا هذا يصبح مضروب احذروا كسر على كسر الكسر الأول هذا يبقى وهذا مقامه واحد ينقلب لما ينقلب بقواعد الكسور التي عليكم أن تكونوا على دراية بها تصبح لنا هنا X هكذا ناقص واحد ضرب X ناقص اثنان احذروا يصبح هذا في هذا من قواعد الكسور أما هنا فتصبح لنا ناقص 3X كم زائد 3 لما قلنا X يقول إلى الواحد بقيم أقل فماذا ينتج؟ ما رأيكم أن نستخرج الثلاثة كعام مشترك؟ أم نستخرج الناقص ثلاثة ركزوا جيدا ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة في X ناقص واحد يقول أحدكم لماذا؟ ناقص ثلاثة X زائد ثلاثة يقول أحدكم لكن لماذا؟ حتى أختزل مع المقام مع X ناقص واحد ضرب X ناقص اثنان لما X يقول إلى الواحد بقيم أقل يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا ناقص ثلاثة على X ناقص اثنان لما X يقول إلى الواحد بقيم أقل تصبح لنا ناقص ثلاثة على عوض الآن هنا بالواحد تصبح لنا واحد ناقص اثنان تصبح لنا ناقص ثلاثة على ناقص واحد تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ثلاثة إذن كم الاشتقاقية تصبح لنا ثلاثة وهذه تنتمي إلى R تقول القاعدة إذا حسبنا نهاية هذه النسبة ووجدناها عدد حقيقي يعني ليس المالة نهاية نقول هنا الدالة F قابلة لمن؟ للاشتقاق عند العدد واحد من اليسار هذا الأمر الأول إذن الدالة هذه تقبل الاشتقاق على ماذا عالى عند الواحد من اليسار الآن نأتي كذلك لنبحث الآن دراسة الاشتقاقية على يمين الواحد إذن ننطلق هنا كذلك هكذا ويمكن هنا أن نقول مثلا X ماذا أقل أو يساوينا واحد أو نعطي لها المجال نقول هنا واحد أو ألف X ينتمي من أفوا ينتمي لنا من ناقص مال نهاية إلى الواحد هكذا نأتي الآن دراسة الاشتقاقية على يمين أو من اليمين عند العدد واحد إذن نكتب هنا دراسة اشتقاق قابلية كذلك قابلية اشتقاق الدال F عند العدد واحد الآن من اليمين على يمينه هنا على اليمين أكيد ها هو الواحد على اليمين هذا الاتجاه ها هي العبرة التي نأخذها تصبح لنا هكذا نقول كذلك limit F لإكس الآن نأخذ هذه العبرة لهي ناقص أفوا قلت هي ناقص واحد على X ناقص واحد عفوا ناقص اثنان ناقص F لواحد F لواحد تبقى دائما ثابتة ها هي الواحد وحتى يمكنه هنا ويمكنه أن نعوذ عوذ هنا بواحد ناقص واحد على واحد ناقص اثنان نصبح لنا ناقص واحد ناقص واحد على ناقص واحد ليه واحد معناه نحن قلنا الاشتقاقية دائما قانون هو F لإكس ناقص F لواحد F لواحد كم وجدنا قلنا حسب من الأول إنه واحد على X ناقص واحد لما X يؤل الآن إلى واحد بقيام أكبر هذه هي دائما قاعدة الاشتقاقية ها هي أمامكم الآن X يؤل إلى واحد بقيام أقل وهنا بقيام أكبر اسمه المقامات. لاحظوا لو نواحد المقامات تصبح لنا ناقص واحد وهذا يضرب في ناقص واحد. تصبح لنا في ناقص اكس زائد اثنان على اكس ناقص اثنان وهنا اكس ناقص واحد وهنا لما اكس يؤلوا الى الواحد بقيام اكبر تصبح تساوي. ركزوا نقطة نقطة. اولا عندنا تصبح لنا ليميت كسر على كسر قلنا هذا يضرب في اخيه. يعني تصبح لنا اكس ناقص واحد في ضرب اكس ناقص اثنان لما الاكس يؤل الى الواحد بقيام اكبر. اما هنا تصبح لنا ناقص اكس زائد واحد. هكذا. اي ماذا ينتج? تصبح لنا ليميت. ركزوا نقطة نقطة. ما رأيكم ان نستخرج ناقص واحد من البسط. ماذا يحدث? تصبح لنا اكس ناقص واحد يقول احدكم لكن لماذا يا استاذ دائما حتى نختزل هنا لانا لو نعوذ هنا تعوذ مباشر نجد سفر على سفر. سفر على سفر حالة دمتعين. اذا نفكر في الاختزال. على ماذا? على اكس ناقص واحد ضرب اكس ناقص اثنان لما الاكس يؤلوا الى الواحد بقيام اكبر. اعيدوا النشر. ها هو ناقص اكس سائد واحد. لاحظتم? ثم عندنا الامر هذا يحدث مع هذا. تبقى لنا العبارة كم? انها لميت ناقص واحد على اكس ناقص اثنان لما الاكس يؤلوا الى الواحد بقيام اكبر. اعوذوا الان هنا بالواحد. فتصبح لنا الناقص واحد على ناقص واحد. وماذا? افوا على الواحد نعتذر هنا نعوذ بالواحد ناقص اثنان. تصبح لنا الناقص واحد على ناقص واحد وتساين الواحد هل هذا القيمة تنتمي إلى R؟ نعم تنتمي إلى R نقول هكذا ومنه أدال F تقبل من؟ تقبل الاشتقاق على أو عند العدد من هو الواحد من اليمين أفوا من اليمين لاحظتم؟ الآن لاحظوا جيدا لقد حسبنا النهاية من اليسار نهاية هذه النسبة درسنا الاشتقاقية وجدناها كم؟ ثلاثة ومن هنا كم وجدناها؟ لاحظوا وجدناها واحد ماذا يمكن أن نقول هنا يا أبنائي؟ لاحظوا جيدا إذن لاحظوا هنا أبنائي إذن ماذا نقول؟ أولا عندنا ركزوا جيدا أن نحسبنا limit F لـ X ناقص F لواحد على X ناقص واحد لما X يؤل إلى الواحد بقيم أقل لا تساوي limit ماذا؟ F لاحظوا جيدا F لـ X ناقص F لواحد على X ناقص واحد لما X يؤل إلى الواحد بقيم أكبر لماذا؟ لأن وجدنا ثلاثة لا تساوي واحد فماذا يمكن الآن أن نقول يا أبنائي نقول هكذا الدالة F غير قابلة للاشتقاق عند العدد واحد إذن فهي تقبل من اليمين وتقبل من أسهل لكن عند الواحد بالضبط فلا تقبل الآن ما هو التفسير البياني؟ نقول نقول هكذا ومنحناها هذا هو التفسير البياني هذا هو إذن ومنحناها البياني يقبل من نصفي مماسين إذا سمينا T واحد و T اثنان لاحظوا الآن إذا كان X قلنا أقل أو يساوينا واحد كم وجدنا الاشتقاقية؟ لهي F فتحة لواحد نقول هنا gosh يعني بقيم أقل وجدناها ها هي بقيم أقل ركزوا جيدا بقيم أقل وجدت ثلاثة إذن نقول هذه أعطت لنا كم ثلاثة فنحن نعلم معادلة مماس تكتبها كذا Y يساوي هذه النقطة من هي؟ إذن ومنحناها البياني يقبل نصفي مماسين T عند يمكن أن نضيفنا كلمة عند النقطة إذا سميناها A الـ X كم؟ الـ X ها هي عندها هذه التي ندرس عندها الاشتقاقية الواحد والإقلاق حاسبناها كم وجدناه واحد يقول أحدكم متى وجدنا الواحد؟ ها هو الواحد ننظروا جيد معناها الأمر جد بسيط فتصبح لنا معادلة مماس لها تي واحد عندما يكون X أقل أو يساوينا الواحد هي F فتحة لواحد يعني بقيم أقل في X ناقص واحد زائد F لواحد فنصبح لنا Y يساوي هذا يا أبناء نعوضه هنا نصبح لنا ثلاثة في X ناقص واحد زائد F لواحد F لواحد ها هي قد وجدناها يعني بعد الحساب كما وجدناها وجدناها واحد فنصبح لنا Y يساوينا ثلاثة X ناقص ثلاثة زائد واحد صبح لنا Y يساوينا ثلاثة X ناقص اثنان هذه هي معادلة T واحد نصف مماس بعدما أكملنا مع هذا نأتي كذلك إلى نصف المماس الآن لما يكون X أكبر من الواحد يعني لما يكون X قلنا ينتمي من الواحد إلى الاثنان اتحاد من عفوا اتحاد من الاثنان إلى زائد ما نحن هنا احترام مجموعة التعريف اللي هي الاثنان فتصبحنا كذلك T اثنان T اثنان اللي هو Y يساوينا F فتحة لواحد الآن هنا دروات لوا بالجهة اليمنى في X ناقص واحد زائد F لواحد سبحانا Y يساوي هذا قد حسب ها هو أمامكم كم وجدنا لاحظون الطحة لا تقولون أين يتبه هذه الأفكار ها هي العدد المشتقى الأنوى كم وجدنا في هذه الجهة وجدنا ما نسميه واحد وجدناه واحد في X ناقص واحد زائد F لواحد قد حسب ها هو F لواحد وجدناه في الأول إنه واحد سبحانا Y يساوينا X ناقص واحد زائد واحد يذهب هذا مع هذا يعني Y يساوينا X الذي هو يعني المنصف الأول لاحظتم يعني هذا إذن وهنا هذا يسمى نصف مماس وهذا نصف مماس معناه لو نأتي إلى تلك لاحظوا معناه لو نلاحظ يعني منحناها كأمر تقريبي لما نسميه معناها النقطة ويمكن أن نقول النقطة من هي A تسمى هندسيا نقطة ماذا زاوية نقطة الزاوية هي أن الدلة تكون معرفة عند ذلك النقطة لكن لا تقبل اشتقاق فتقبل نصف مماس لاحظوا جيدا لاحظوا هنا ها هو المنحانة النقطة التي سميناها A قلنا X واحد واحد ها هي النقطة التي إذا سمينا هنا A هذه هي نقطة الزاوية كيف يأتي نصف المماس الأول نصف المماس الأول إنه المنصف الأول قال المنصف الأول أكيد سوف يأتينا ها كذا ابناء لاحظوا نقطة نقطة لكن ما نحتاج سوف أقوم بخط صغير أفضل لاحظوا إذن يأتيكم ها كذا لكن سوف نقوم بمحي الجزء الذي لا نحتاجه هذا لأن نقلنا نصف مماس هذا لما يكون إكس ينتمي لكن لا نسى أنه يوجد هنا مستقيم مقارب ها هو المستقيم مقارب العمود الذي قلنا هو إكس يسوي إثنان ها هو لاحظتم إذن هذا يسمى منصف النصف المماس الأول إذن سأتي إثنان الذي هو يكون في هذا الجزء إكس ينتمي من الواحد إلى لاحظوا أن نسمى مماس الأخر يمكن أن نستعين بشيء يسموه الجدول المساعد لهو إكس و إجراء إذا أعطينا لتخيل الإكس سفر سبع لنا هنا سفر مع نقص اثنان تخيل الآن لو نعطي له الواحد نعطي للإكس واحد هنا واحد الإجراء كم يصبح يصبح لنا ثلاثة نقص اثنان وهو بالربط ما بين تلك النقطتين عفوا تستعمل مسترة صغيرة إذن ها هو المنصف الآخر هذه النقطة تسمى نقطة زاوية لاحظوا هنا تشكل زاوية ما بين النصف المماس الأول والنصف المماس الثاني هذا اسمه تي واحد وهذا تي اثنان هذا لما يكون إكس ينتمي من هنا إلى هنا اتحاد من هنا إلى غير زائد من النهاية والآخر يكون من ناق سمال نهاية إلى غير الواحد لاحظتم إذن هذا ما نسميه في هذا المكان نقطة زاوية أن الدلة تكون مستمرة في هذه النقطة لكن غير قابلة لشيء اسمه الاشتقاق فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء أنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته